موسيقى موسيقى أهلا أعزائنا المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاتي إلى الله فعلا أن يضيء بنوره على حياتك اليوم راح نلقي الضوء اليوم على موضوع كتير كتير مهم هو بصراحة ردا على عدة تساؤلات أجد على الفيسبوك هل أرسل المسيح إلى بني إسرائيل فقط وهذا السؤال كتير كتير مهم وابتديت أدرس وابتديت أبحث وطبعا يعني استغربت لما فت على الصفحات المسيحية وفت على الصفحات الإسلامية يعني أكثر من يهاجم بهذا الموضوع استغربت أنه باللغة الإنجليزية الباكستانية مع أنه ما عندهم أي فكرة عن اللغة العربية ما عندهم أي فكرة عن اللغة اللي المفروض يفهموها وبعدين من السهل أنه أسهل وسيلة دفاع اهجم اضرب اعمل ما تريد مش مهم أنه أستوعب مش مهم أفهم مش مهم أنه فعلا أنا بدي أستنير أو أكون منصف عادل في بحثي في جدلي في كلماتي لكن أسهل طريقة حتى أثبت ديني أنه صح أخبط الدين الثاني أضرب كيف كيف ما بدك فأنا عم بفكر في الموضوع هل فعلا أرسل المسيح إلى إسرائيل فقط؟ بعدين أخذني حالة من الضحك وهون عاوز أعتذر لكل المسيحيين أنه أنا عم برد على سؤال اللي هو بديه جدا أنه أي شخص بيقرأ في الكتاب المقدس من سفر التكوين إلى سفر الرؤية بيشوف أنه الله عنده مخطط واحد وهذا المخطط هو في ملء الزمان أرسل الله المسيح حتى يكون فاديا ومخلصا فإذا في صفحات كثير من العهد القديم تتكلم عن دخول الأمم إلى المسيحية أو إلى المسيح والعهد الجديد من بداية الإنجيل متى حتى سفر الرؤية لتخلو صفحة من الصفحات اللي بتتكلم عن غرض الإنجيل فإذا كيف يهاجمون الشيء لم يقرؤونه وكيف يتحدثون عن شيء لا يعرفونه فأنا في البداية أريد أن أعتذر للمسيحيين أنه أنا عم بجاوب على الشيء اللي هو سهل جدا بديهي موجود في الكتاب المقدس بكل وضوح وضوح الشمس أنا أدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة حتى نلقي حتى ولو بعض الضوء على فكر الله تجاه هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي هل أرسل المسيح إلى بني إسرائيل فقط؟ أنا أدعوك أن تشاهدوا هذه الحلقة معي أعزائي المشاهدين وصلنا رسائل كثير على الفيسبوك وطبعا بقولوا أنه عيسى عليه السلام نبي من أنبياء الله وهو ليس ربا كما يدعى المسيحيين لأن الله لا يموت ولا يدفن بعدين مين قالك أنه الله يموت أو يدفن؟ سمعت واحد مسيحي يقول هذا الشيء ما عليش الهجوم هو أسهل وسيلة للدفاع وبرهان موجود في القرآن الكريم سورة مريم عيسى بن مريم البتول عليه السلام نبي ومن يدعي غير ذلك كاذب بعدين في واحدتين بقول المسيح بعثه الله إلى بني إسرائيل فقط وبيقتبس آية أنه مصدقا لما بين يدي من الطورة بعدين شو بقول وشمعته انطفأت يعني المسيح عندما أرسل الله محمدا بالنور الذي أضاء العالمين فرسالته هي في أرشيف رب العالمين والكتاب الذي بين أيديكم هو من صنعكم واذهبوا لورقة ابن نوفل فهو بارع في صنع الكتب المقدسة يصنع لكم كتابا كما صنعه لنا خيب الله آمالكم عليش الشتيم هاي إذ اتعودنا عليها مش مشكلة شمعته انطفأت بمجيء محمد ريلي حقيقة وبعدين بتقول إنه روح لورقة ابن نوفل مين يروح لورقة ابن نوفل ورقة ابن نوفل كان طبعا منبوذ من المسيحية بعدين ورقة ابن نوفل كان مع مين على فكرة مين اللي كان بعلم مين وهل الكتاب المقدس من ورقة ابن نوفل على ما يظهر إنه معلوماتك خطأ مثل ما ذكرت في الحلقة اللي مضت بتاخدوا إشياء عن المسيح وبتنسبوها لمحمد وهون أشياء المنسوبة لمحمد تنسبها للمسيح ولما الإنسان بعيش كذبة وبصدقها مع كل احترامة خلاص يعني فعلا هذا الكلام اللي بتحكيه بعدين برجع بقول إنه الله بعت بالتسلسل داوت سليمان موسى عيسى إلى بني إسرائيل بعدين كل رسالة تمحي التي سبقتها وبعدين كل واحد الله كان يبعته إلى قوم كما حدث مع سيدنا إبراهيم ولوت وبعدين الرسالة الأخيرة جعلها عالمية وقد قامت بنسخ كل الديانات التي سبقتها وبعدين برجع بقول عن ورقة ابن نوفل وهكذا مش عاوز أقرأ أكتر من هيك يعني الرسالة مفهمة عزيزي المشاهد خليني أبتدي في البداية أقول إنه رسالة المسيح هي واضحة جدا مثل وضوح الشمس أن تحاول إنكارها فإذن أنت تنكر كل شيء ولما بتشوف شيء مثلا لامع وصاطع طب أنا كيف ممكن أحاول ألقي ضوء على شيء أنا عندي أعزم وأرفع فيه فأنا بقلل من أهمية الشخص الآخر لكن طبعا البعض صار يهاجم هذه الفكرة وإنه المسيح لم يرسل إلا إلى بني إسرائيل ولا أعرف شو هو السبب وما هو الاقتباس وكيف وصل إلى هذه النتيجة والنتيجة إنه الديانة تبعتنا يعني يقصد الديانة الإسلامية هي أبطلت كل الديانات ومحت ولغت كل الديانات وأستخدم التعبير الذي يستخدمه نسخت كل الأديان عزيزي موضوع الناسخ والمنسوخ ما بتكلمش على الطورة والإنجيل بيتكلم على آيات نزلت على محمد وبعدين من خلال هذه الآيات إذا يعني أنزلنا آية ونسيتها ونجيب لك آية مثلها أو حتى أفضل منها فما تربطش موضوع الناسخ والمنسوخ في موضوع القرآن على الكتب السماوية فهذا طبعا يعني مهم جدا أنك تعرفه لأنه عندنا بالكتاب المقدس فكر الله متسلسل من البداية من سفر التكوين لما بيتكلم عن خلق الإنسان خلق الله آدم وحواء خلقهما على صورته أي الصورة الأدبية والصورة الروحية وابتدأ الله يتعامل مع آدم لكن آدم وحواء أخطأوا وأعصوا وغوايا ووقعا في الخطية ولأن آدم هو الممثل الشرعي لكل البشرية فإذن فهو ينوب كرئيس لكل الطبيعة القديمة ينوب عن البشرية الله وعد بمجيء المسيح بسموه الوعد المسيحاني أو المسياني أنه في يوم الأيام رح يجي المخلص وهذا المخلص بالتحديد أنه سيأتي من نسل المرأة وابتدأت النبوات تتكاثر وتعدد بالكتاب المقدس ماشي بالتسلسل فالله بيصلى عند سفر التكوين بيتكلم عن إبراهيم بيتحول الفوكس على عيلي إبراهيم إصحاق ويعقوب ومن هذه العائلة مكتوب بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض والعهد الجديد بيشرح أنه بنسلكة وليس بالأنسال بصيغة الجميع أي بالمسيح يسوع تتبارك جميع قبائل الأرض وبعدين بتشوف من خلال الأصفار التاريخية والأصفار النبوية والأصفار الشعرية تتعدد فيها النبوات العديدة عن دخول الأمم بتشوف في نبوات إشعياء 24 إشعياء 42 آية 6 إشعياء 49 آية 6 بتشوف إشعياء إصحاح 11 وبتشوف إصحاحات بأكملها في سفر المزمير عن الحمد والتسبيح الأمم في دخولهم إلى شعب الله وهكذا بتشوف حتى إرادة الله في العهد القديم إنه كثير ملوك وثنية منهم نبو خد نصر منهم كورش إنه الله فعلا بيستخدمهم بيستخدم دنيال حسقيال واستخدم يهود اللي كانوا مؤمنين بالله إنه يكونوا سبب بركي لهؤلاء ومنشوف إنه حتى نينوى بلد كاملي بلد وثنية الله بيخلصها لكن شو الغرض الله خطر إسرائيل حتى تكون نور للأمم وحتى تكون رسالة وشهادة حية لكن للأسف هني انطبقوا وانزووا على أنفسهم فعندما جاء المسيح هو صحح المفاهيم وغير المعايير فالكتاب المقدس في العهد القديم بيتكلم عن الأمم بإسهاب وبكثرة كل ما تحتاج أنك تقرأ الكتاب المقدس في العهد القديم ولاحظ أحبائي يعني الشخص اللي بقول أنا ديانتي أكملت ولغت ما قبلها حتى طعت الشرعية لديانته فهل هذا الشيء معقول أو مقبول فإذا الديانة الأحمدية جاءت بعد الإسلام والديانة الدرزية جاءت بعد الإسلام والديانة البهائية جاءت بعد الإسلام وهؤلاء الثلاثة وطبعا عديد منهم كل ديانة تؤمن بالله الله واحد كل هؤلاء الديانات تؤمن بعدين في المسيحية نحن نعرف في المسيحية في المسيح هو الإعلان الكامل النهائي لا إعلان بعد هذا الإعلان فاليوم في عنا بدع حتى في المسيحية هارتقات طلعت من المسيحية في جماعة اسمهم شهود يهوى تؤمن بالله لكن تنكر أشياء كثيرة المورمنز مثلا يعني قديسي آخر الزمان عندهم إيمان لكن برضو الكتاب قول اللي بزيد على كلمة الله الله بزيد عليه الضربات لأنه المفروض لا يكون إعلان بعد يسوع المسيح أو يعقل فكر معي شوي أنه بعد تفوق المسيح وسمو المسيح ورفعة يسوع المسيح اللي تمت فيه عشرات بالمئات النبوات أيعقل أنه الشخصية الكاملة التي لم تفعل خطيئة اللي ولد من عذراء الخطيئة الآسف الشخصية اللي علمت أجمل التعليم ما فيش تعليم يعني هاي بشهادة الحكماء والعلماء وبعدين حياته الخارقة ومعجزاته الخارقة أيعقل أنه ييجي واحد بعد المسيح يدعي نبوة مثلا تتفوق نبوة يسوع المسيح وعشان تلغي يسوع المسيح فبتروح أنت بتزدتلي شوية كلمات من هنا وهناك حتى يعني مغرضة وأحيانا خادعة وكاذبة شو السبب؟ طب اقرأ القرآن وقرأ الإنجيل هل فعلا بيقول هذا الكلام؟ أنا عم بتعلم لما بقرأ من هذه الصفحات الفيسبوك عم بستغرب حتى من الأفكار اللي عم بتنتشر هل فعلا المسيح فقط لبني إسرائيل ولا احنا منقول هذا الشيء حتى نلغي أنه لا المسيحية بس هي لليهود وأنه لا هي ديانتنا لكل العالم صحيح؟ طب قول لي كيف ما هو القرآن بلسان عربي فصيح ولا لا؟ وبعدين الكتاب المقدس ترجم إلى ألاف اللغات واللهجات أصلا ممنوع الترجم القرآن يعني ما فيش ترجمة حتى لما منحاول نقرأه في الإنجليزي الفرنسي في أكم لغة الترجم لكن حتى ما بيسمهش القرآن بيسمه ترجمة يعني للأسف يعني لكن اتخيل معي أنه مع كل هذا بقولك إحنا رسالتنا عالمية فعلا هي بتشمل طب شو الدولة الإسلامية يقول لي اليوم الدولة الإسلامية اللي أنا بقول نفسي أعيش فيها ونفسي أتمثل فيها طب وليه العالم كله عم بترك بروح للغرب طبعا الغرب مش الحل بالعكس في مشاكل أكتر من الشرق لكن هل فكرت في هذه الأمور؟ طيب في أسئلة كتير عم بتدور في زهني خليني مثلا يعني هل ديانتك بتقدم تفوق أو شيء سامي أكتر من اللي قدمه يسوع المسيح؟ وطلع أنت بدك تقول لي ديانت أنا متفوقة للأسباب التالية أولا بسبب شخصية النبي بدك تقول لي ليش شخصيته تتفوق عن أي شخصية عشان أتبعه رسالته بدك تقول لي ليش أنه رسالته متفوقة على أي رسالة علشان أتبعه شيء ثالث انتشار الرسالة دك تقول لي ليش انتشرت الرسالة أو كيف انتشرت الرسالة المقنعة عشان أتبعه فالسؤال فعلا هايذة التلات أسئلة هل تتفوق على المسيح؟ أو تلميذ المسيح؟ أو إرسالية المسيح؟ شوف أحبائي طلع كيف انتشرت الديانة؟ والسؤال اللي عاوز اسألك هل إلك الحق أو ترفض الدين؟ وبعدين إذا انت انت اللي بتشاهدني أردت أن تكون مسيحيا في أي دولة؟ هل تقدر أن تغير اسمك؟ بتروح للوزارة الداخلية بتقول لي هنا أنا اسمي محمد حسن علي أنا عاوز أغير اسمي لجورج تقدر؟ طبعا لا طيب معظم المسيحيين اللي بكتبوا على صفحة الفيسبوك أو لو بتشوفهم على الأقل بيتكلموا في القنوات هن اختبروا المسيح آه يمكن كتير في مسيحيين لأنه إحنا بالاسم يعني مسيحية اكتسبنا مسيحيتنا لكن إحنا بنحكي لأنه فعلا اختبرنا المسيح فالسؤال هل انت اختبرت محمد ولا انت بتدافع عن شيء ما اختبرته فإذا اختبرته شو هو الشيء اللي غيرك واللي متفوق عليه أنا إذا بدي عاوز أكون مسلم شو الإشي اللي بدك تجذبني لإله قول لي على الشيء متفوق على المسيح عشان أقول معك حق أترك بسرعة أجي للمسيح وحدانية الله الكتاب المقدس بعلمه بكل وضوح الأعمال الصالحة شوف حبيبي الأعمال الصالحة اللي بيطالب فيها يسوع المسيح متفوقة جدا عن أي عمال حتى المسيح قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسين تعرف؟ جرب تقرأ المشناة ترجمات اليهودية التفسير اليهودية جرب تروح للتلمود الأورشاليمي أو اقرأ التلمود الباب اللي بس بس على موضوع يوم السبت شوف التعليم والتطقيق بتفوق أي شعب في هذا الوجود هل فعلا إنه هذا الشيء اللي بغير الإنسان طب شو الشيء اللي غيرك؟ تعم تدعيني للشيء؟ طب هو موجود عندي وما أدرش يخلصني وبعدين الشيء اللي عندك أنت بدك إياني بتقول رسالة عالمية شو هي الرسالة العالمية اللي أنا بدأ جي للعالم وأقول أنه أنا عندي الشيء بقدمه للناس اللي مش موجود في أي مكان آخر خليك صريح مع نفسك اليوم أنت يعني لو أردت أن تكون مسيحيا ممكن اليوم في ملايين من المؤمنين من خلفية إسلامية بأمنة في المسيح بس ما بقدرش يغيروا أسماءهم ولا بقدر يروحوا للوزارة الداخلية والأنا عاوز أغير ديني أنا كنت لكن بعد ما درست واختبرت أنا عاوز أغير ديني فإذا إذا أنت ما عندك حق الاختيار أنك تغير هل تسمي هذه الديانة متفوقة شيء آخر إذا أنت عاوز تدعيني للإسلام طيب أنا إذا مسيحي اتغيرت المسيحي يقولوني أنت حر يعني أنت عم تنكر المسيح لكن يوم من الأيام رح توقف أمام يسوع المسيح رح تعطي حساب عن نفسك وهذا اليوم رح يكون مخيف جدا لكن في الحياة اليوم أنا إذا اخترت أكون مسلم أهل مش رح يقتلوني ولا حد رح يسأل عادي أنت حر لك وكتير ناس اليوم ملحدين يعني على فكرة عشرات الملايين مسلمين ومسيحيين عم بيصيروا ملحدين يعني محد بيسألهم طيب لو أنت عاوز تكون مسيحي فعلا لو أنت عاوز تكون مسيحي بتقدر خليك صادق مع نفسك بتقدر طلع فعني ممكن تغير دينك فما تقول لي متفوق ارمي أي كلام متفوق بعدين هل فعلا القرآن بقول متفوق هل فعلا الكتاب المقدس تغير هل فعلا أنه يعني كل هذه الادعاءات يعني مثلا الكتاب المقدس أسهل شيء عليك تقول تحرف طب مين حرفه ام تتحرف لماذا حرف اليهود اللي حرفه ولا المسيحيين طيب وشو الغرض من التحريف شو السبب آه يمكن عشان أجد ديان إسلامية مش عاوزين تطلع حرفنا الأشياء طب أين الكتاب الصحيح فأسهل شيء إنك تتهاجم شيء آخر منقول إحنا المسيح اتصلب إتي بتيجي بتقول لا المسيح بعد ستمية وشوي بعد حوالى سبعمائة سنة بتقول المسيح ما تصلب إه طيب اليوم إحنا في خلال أربعين سنة اللي فاتت كل العالم بعرف إنه أنور السادات قتل في مصر اغتلوه بعد مئة سنة تخيل بدنا نقول حتى سبعمائة سنة بعد مئة سنة بطلع واحد بقول لا لا هو شبه لإلكو وإنتو بتوهم لكو إنه تقتل بس وما تقتل كيف يكون إحساس المصريين في هذا الموضوع فإنتي يعني إذا مثلا بتيجي آية تيمة مع أنه يمكن كتير من زملائي في الخدمة شرحوا الآية إنه شبها لهم يعني بيتكلم عن اليهود لأنه فعلا الرومان اللي قتلوا المسيح ماذا عن الآيات الأخرى اللي بتتكلم عن صلب وموت المسيح في القرآن وهكذا أحبائي منقول إنه الكتاب المقدس بيتنبأ عن مجيء المسيح لا لا الكتاب الكتاب محرف طيب هو شو اللي بيدريك إنه شو اللي حرف الكتاب وبعدين شو هالاتهام شو هالجرأة إنك أنت بتتهم الله بالتحريف وبتتهم بشرية كاملة بالتحريف والنتيجة عشان باش تثبت تقول لأ أنا كتابي صح بعدين السؤال الآخر طيب الناس اللي نشرت كلمة الله رح يقولوا للناس على برهان على دليل إنه المسيح حي وهاي الناس ماتت من أجل رسالة المسيح بفرح السؤال كيف أنت نشرت الديانة تبعتها أو كيف انتشرت أو أنت اللي كتبتولي أباء أباء أباءك مش كان مسيحي طيب كيف صار مسلم مسألتش هذا السؤال طيب السؤال هل لما طالما إنه هي هاي الديانة لكل العالم ومكملة يعني هي اللي ألغت كل الديانات مش مفروض إنه كل العالم يكون فرحاني قبلها هاي واحد اتنين كيف انتشرت هل بعتوا جيوش من الأئمة وعلماء الدين في كل مكان مصر فلسطين سوريا لبنان تركيا إيران وشمال أفريقيا يقنعوهن هاي الرسالة رسالة السماء رسالة الله الحية ولا كانت وسيلة تانية تسمى الفتوحات لكنها هاي الغزوات والحروبات الإسلامية وأنهار أنهار من الدماء سفكت في اسم الدين وبعدين باسم الحكام ويه الرؤساء اللي وصلوا هذه الرسالة أكم واحد عاش أكم واحد مات وهكذا عارف يعني سؤال مئة سؤال بيخطر في بال المسيح عاوز يسأل المسلم هل الشخصية النبي تتفوق على شخصية المسيح هل تعليمه يتفوق على المسيح وإذا كان يتفوق وين التعليم ورينياته هل حياته الأخلاقية تتفوق على حياة المسيح هل المعجزات دعمت الآيات وهل فعلا جاء بأدلة اللي تثبت لكل واحد عم بيسمع يقول فعلا أنا عم بشوف شيء عجيب شيء جديد وشيء فعلا مبهر إنه بيستحق إنه أنظر إليه أحباقي العهد القديم تنبأ عن المسيح وتخيل إنه المسيح لو جاء وين بدي يجي وين بدي يولد طبما كل النبوات في العهد القديم تتكلم عن مساحة جغرافية اللي هي أرض فلسطين اللي بنسميها اليوم الأراضي المقدسة اللي هي كانت أرض كنعان كلها شوي من لبنان وشوي من سوريا وراح لمصر وكان في المدن العشر اللي هي المدن الرومانية يعني جزء من الأردن اليوم هاي المساحة اللي بنتكلم عنها في أيام يسوع المسيح فلو المسيح لازم يجي وين لازم يروح يروح على مكة طبعا ما فيش أي نبوة يروح على الصين ولا اليابان ولا يجي على أمريكا ولا لازم يروح لشعب عم بينتظر عم بيستنى مجيء المسيح فإذن جاء المسيح لتتميم النبوات وبعدين عزيزي مش أي نبوات احنا بنتكلم عن نبوات دقيقة فالكتاب المقدس بقول رح يولد من عذراء ولد من عذراء الكتاب المقدس حدد مكان الولادي بيت لحم طيب انت بتقول ولد تحت جذع نخلي يا أخي احنا منقول الكتاب بقول ولد في بيت لحم لتتميم النبوة وانه هاي النبوة مئات سنين وفي نبوات بتكلم عن عذروية المسيح من ألاف سنين طيب هاي نبوة كيف تمت في شخص واحد في وقت واحد في تاريخ واحد في مكان في موقع واحد في بلد اللي اسمها بيت لحم بتروح قال لي لا هو ولد تحت جذع نخلي بقول لك مش مزبوط يا هذا غلط يا هذا غلط أنا بقول لك صح للاسباب التالية لأنه في نبوات كثيرة وأنه فعلا لما ولد كانت بيت لحم اليهودية يعني كان فيه شعب إسرائيل موجود في هذا البلد من وين أجد فكرة ولد تحت جذع نخلي هل فكرت بدل من أبحث كتابك محرف خلاص روح كتابك محرف طب فكرت شوي طب يعني بشأنه بيعطي تميز ليسوع المسيح اللي يقليك يستحق إنك تنظر إليه طيب انت بعدين لما بتنزل هذه الآيات وبعدين هذه الآيات تنسخ بآيات القتل والحرب والآخر فهي النسخ بتقول آه هو نسخ الأديان ما هو نسخش أديان فإن كنت في شك مما أنزلناه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فإذن بدل ما تجادل بالتي أحسن بلشنا نرمي كلمات حبيبي نوفل يعني ما كانش بأيام المسيح ولا الكتب اللي هو هو بأيام مين كان لو فكرت شوية حتى ما بتكتب على فكرة أنا ما قبلتش أقول أذكر الأسماء لأنا مش عاوز أغزيك أنه حتى مسلمين آخرين يبهدلوك على أساس عم بتقدم معلومات غلط الكتاب بقول في العهد القديم على اسمه يكون رجاء الأمم وهي الآية تمت في العهد الجديد في متى وفي روميا بيستخدم نفس التعبير وبعدين البعض قال أنه لا إسرائيل لأنه مكتوب يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم وبعدين بقول لما جاء المجوس من المشرق من إيران يعني سألوا أين هو المولود ملك اليهود على هذا الاستنتاج ابتدأ يقولها شايف معناته الرسالة لبني إسرائيل بعدين البعض راح في العهد الجديد بيتكلم عن قصة إيمان المرأة الكنعانية هاي الإيمان هذا موجود في إنجيل متى إصحاح 15 في إنجيل مرقص في إنجيل متى لأنه بشير متى بيكتب لليهود الأودينس تبعه عاوز يوضح لليهود أنه المسيح حسب الجسد أجى من سلال الدؤود اللي تصلب هو من الجسد يسوع المسيح مش الله الذي لا يموت فبلخبته الأمور وإرمي طب ما المسيحية عم تشرح عم تحكي لك بس أنت ما بدك تقبل ما بدك تستوعب ليه لأنه إذا فهمت لألا يرجعوا بقلوبهم ويبصروا فأشفيهم لأنه فعلا إذا عملت الأمر في مخك فأنت أكيد رح تيجي للمسيح لأنه ما فيش أي دلائل أخرى تثبت أي تفوق سواء في الشخصية في الرسالة في الإرسالية في التلاميذ في أي شيء على الإنجيل وتلاميذ المسيح فإذن في العهد الجليل بيقتبسوا إيمان المرأة الكنعانية وأنا كنت بقرة في السايت لواحد باكستاني شايف شوف فأجابه وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة شايف حتى يعني شوف العنصري حتى صار يطاول على اسم يسوع بدلا يقول يسوع حتى في القرآن غلاما زكيا ما فيوش ولا خطيعا بالطاول يعني الدرجة الكروه اللي في داخل الإنسان عاوز أدمر الشخص الثاني عارف زي واحد مش قادر يحارب جندي وجها لوجه فبروح بدرب صواريخ عشوائية وبدرب مش مهم يموت نساء أطفال رجال أبرياء خليني أضرب يعني المهم أخرب بس ما أنت عم تأذي نفسك لأنه بنفس الضربة أنت عم بتشوف أنه كل شيء له جواب في الكتاب المقدس لو رجعنا بنفس العيار نقول لك اثبت لي وريني اكشف لي تعال قل لي يعني بتقول مثلا يعني رحمة للعالمين قل لي ليش يعني فهمني بأمثال بأمثلي أنا بقول لك رحمي لأنه المسيح طهر الأبرص لأنه أشبع الألاف لأنه صنع خير لأنه أقام الموتى لأنه شفى المولود أعمى يعني يعني واضح يعني مثل ما بقول الكتاب عندك بقول آية للناس ورحمة آية للناس أي ناس لكل الناس يعني بس لو الواحد بيبحث شوية أكيد راح يصل للجواب إخوتي وأخواتي فبيستخدموا إيمان المرأة الكنعنية قال يسوع لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة وبعدين هاي في متى خمسة عشر في متى عشرة بيتكلم عن إرسالية التلميذ رب طلب منهم يعني في طريق أمم لا تمضوا لخراف إسرائيل الضالة لكن في آية ستة بقول اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة طب مين بيت خراف إسرائيل الضالة خلي بالك أن يسوع المسيح بالمقارنة مع أي تعليم في العهد القديم المسيح قال عن نفسه أنا هو نور العالم أنا هو الراعي الصالح بالمقارنة مع رعات إسرائيل في حسقيال 34 اسمع شو بقول الرب ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها حسقيال 34 11 في آية 16 شوف شو بقول وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح في أرمية 56 كان شعبي خرافا ضال قد أضلتهم رعاتهم قال يسوع أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبدل نفسه عن الخراف في آية 16 شو بكمل بقول ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آت بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد فإذن السؤال أحبائي لما منسمع عن إيمان المرأة الكنعانية الرب يسوع عم بيكلم كمان التلاميذ خلي بالك هي أجت مثل سانوج الرب عم بتكلم عن الطاهر والنجس وبعدين وصل للنتيجة وصل للنتيجة أنه ليس ما يدخل الفم لكن من القلب تخرج الأفكار من جوة من قلب الإنسان وعلى طول بروح لنواحي سور وصيدة خلي بالك الكتاب بمشي بإحكام قديما إلي الرب أمره أن يروح نواحي سور وصيدة اللي هي منطقة فينيقيا إلى أرملي وبعدين الرب يسوع في لوقا أربعة لما تكلم بقول كان برس كثيرون في أيام إليشع لم يطهر إلى نعمان السرياني يعني الأممي في أيام إلي النبي كان في أرامل كثيرة في إسرائيل لم يرسل إلى لمين أرملت صرفة اللي هي في صيدة أو صيدون بهذه المنطقة الجغرافية وأعالت النبي إلي وكان سبب برك وخلاص لحياته إلى نفس المنطقة جاء المسيح إلى نواحي صوره صيدة وهاي المرأة سمعت عن يسوع صرخت جاءت بحالة مستقتلة يعني خلاص مش مهم تعرف شو ما تقول عني قول فالمسيح بده يستخرج منها يطلع منها إيمانها فقال لم أرسل إلى خراف بيت إسرائيل الضالة بعدين شو قالت له قالت له كمان حتى الكلاب بتوكل الفوتات إنبهر يسوع المسيح خلينا أقول لك الشغلة لو 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 ثلاث شرطات لو 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 المسيح تركها بقول لهذا كفر وبترك المسيحية لو عبس وتولى بقول هذا مش الرب اللي لازم أنا أتبعه لكن المسيح تكلم وأخرج الروح النجس على فكرة لما تكلم يسوع أنظر إلى قلب يسوع أنظر إلى وجه يسوع في هذه الحالة ثم أنظر إلى نتيجة القصة شو النتيجة إنه أخدت الشفاء فاللي فعلا بديجي للرب لازم ييجي بحالة استقتال لازم بديجي دسبرت إنه أنا محتاج للرب وعلى طول شو بيكمل إنه فيه على فكرة لو أنت عارف الجغرافية في كوريدور منطقة اليهود المسيح زي عمل هي كبرمي إلى طرف اللي بيسموها اليوم المدن العشرة ديكابوليس وجاء إلى منطقة من طرف بحيرة الجليل اللي هي منطقة الأمم وهناك جاء عمي وبرص وخرص ومرضى كثيرون شفاهم جميعا هدول كانوا أمم وبعدين مش بس هيك هو صنع معجزة إشباع الألاف خمسة ألاف من خمسة أرغفة وسمكتين عند بحيرة طبرية لكن هون في البرية في منطقة الأمم أشبع أربعة ألاف رجل معدى النساء والأولاد هذه كلها في منطقة الأمم حبيبي لا تهجم وتتكلم بالشيء أنت بدل ما تقرأ كل السياق وعلى فكرة في صحة عشر بيتكلم طريق أمم وبعدين إلى خراف إسرائيل لأنه فعلا أنه لازم يجي المسيح في ملء الزمان اليهود كانوا بينتظروا المسيح المسية اللي عندهم العهود والاشتراع والتبني والمواعيد فكان لازم يجي لهذه المنطقة كان الهيكل مبني فكان لازم يجي لبني إسرائيل أولا حتى ما يكون عزر لكن شو يحنى البشير بقول إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من مشيئة جسد ولا رجل ولا من دم يعني مش أي شيء عرقي ولأنه أحنا أبناء إبراهيم بل ولدوا من الله أكتر من هيك إثبات يعني فهو المسيح لو جاء إلى الشعب تاني كان ما تمتش نبوات العهد القديم كان ما كانش فيه الهيكل والاشتراع يعني الشريعة والتبني ما كانش فيه شعب عم بيتوقع مجيء مسيح لكن ساءوا فهموا فكروا بملكوت سياسي فكروا بملكوت أرضي أنه المسيح يثبت مملكته من أورشليم نسي الغرض الأول من مجيء المسيح هو الخلاص بعدين هذا الخلاص رح يصل إلى كل الأمم هاي هي القصة أحبائي بكل اختصار في الكتاب المقدس أنا رح أواصل بتعليمي بس رح أخذ بعض المكالمات بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي المشاهدين هل أرسل المسيح إلى بني إسرائيل فقط؟ خلينا أقول حتى في إنجيل متى إصحاح عشر لما بيبعت التلاميذ إلى خراف إسرائيل لإضالة لما بيكمل الإصحاح إذا بتقرأ بيتكلم أنه رح يساقون أمام ملوك وولاء وأمم وفي محاكمات يعني برضو بيشمل الأمم حتى بالحديث أيضا لكن طبعا في العهد الجديد عشرات عشرات الآيات اللي بتتكلم عن مجيء المسيح وخلاص المسيح لكل الأمم خليني راحة المكالمة كنت أخذ مكالمة مكتوب اسم عبد الله لكن برجع بعد أكم دقيقة من فضلك ارجع اتصل فيه عبد الله من المغرب بنفس السياق الحديث في متى عشر موجود في متى أربع وعشرين عن آخر الأيام مكتوب ويكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى فإذن المسيح يعني الآيات بتكمل جاء المسيح تتميم لنبوات في العهد الجديد جاء المسيح أحبائي مش بس لتتميم النبوات جاء بتسلسل أنه يكون فعلا مخلص لشعبه والرسالة يستقبلها شعبه لكن رفض الرسالة وصلت إلى كل الأمم يعني إحنا تباركنا برفض شعبه لكن هذا هو مخطط الله نفس الشي الرسول بولوس كان يبتدي بالمجمع مجمع اليهود ولما كانوا بيرفضوا كان يروح للأمم وقال في رسالة روميا بيتكلم لست أستحب إنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولا لأنه مفروض تصلهم الرسالة ولليوناني أيضا لكن الرفض هذا كان بركة لألنا بعدين طبعا مؤمورية المسيح أحبائي واضحة جدا اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم متى 28 في مرقص 16 اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها في إنجيل يحنى لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية في إنجيل يحنى كمان مكتوب لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم الرب يسوع تكلم على جبل الزيتون في أعمال الرسل الصحاح الأول آية 8 تنالون قوة وعندما يحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشاليم يعني بتبتدوا من أورشاليم إلى أقصى الأرض وبعدين في إنجيل لوقة الصحاح 24 آية 47 مكتوب وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشاليم ثم أحبائي واضح لما رفضوا المسيح كان في دينوني على إسرائيل مشبهة طبعا رمزيا بلعن شجرة التين وتطهير الهيكل وبكى يسوع على أورشاليم وتكلم بالدينون على أورشاليم وذهبت إلى السبي وتشتتت هدم الهيكل وهدمت أورشاليم في سنة 70 ميلادي عنا في المدن الناصرة وعنا في المدن حول بحيرة الجليل وين لك يا كرزين يا بيت صيدة يا كفر نحوم هذه المدن أحبائي هدمت وتمت نبوة المسيح بسبب رفضهم ليسوع المسيح فالمسيح فعلا جاء ويعني كان واضح في إرساليته بعدين السامر الصالح اللي بيتكلم عنه يسوع المسيح والبرس العشر للسامر اللي رجع وعطى شكر لله كيف ميزوا المسيح وبعدها بتقول لي هاي الرسالة مش لكل العالم بس لبني إسرائيل طب رفضوا بني إسرائيل شو تعمل؟ الرسالة أحب بقي واضحة من تكوين إصحاح 3 تكوين 12 إلى 0 رؤية بيتكلم عن جمهور غفيرة من كل شعب من كل أمة من كل قبيلة ومن كل لسان يعني كل إثنك يعني شعب اللي اختبر المسيح في السماء من كل الشعوب والألسنة عم بيسبحوا الرب يسوع المسيح وبعدين بتقول لي يعني بس لبني إسرائيل هذا شيء مغلوط خليني أخد مكالمة من عبدالله أهلا وسهلا عبدالله من المغرب اتفضل انت معانا على الهواء أخي عبدالله تفضل أهلا وسهلا فيك أهلا بيك يا أخي نساء أهلا وسهلا تفضل يا أخي منحدة بمثبت الكتاب المقدس تفس تاريخية وكتاب سجين المدني لأسلوب ركيك وليس وحيا كتبته أيدي كثيرة جدا وأوراقها مكشوفة لمن كان له ضمير وعقل جعلت الكتاب المقدس مليئا بفضائف مثل داود أتى بمحرن لبنت شاول بمئتين من ذكر من ذكر فلسطينيين مقطعة وهي قمة الشر سؤال سريع أخي عبدالله أخي عبدالله سؤال سريع لا 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 اسمعني بسؤال لا لا أنا يعني وصلت لو أنت بدأت توصل خليني أسألك سؤال أنت بتسأل هذا السؤال كملحد أكيد أنا مسلم أنت ملحد مسلم أخي عبدالله أخي عبدالله أنا بنصحك لا تسأل هذا السؤال نصيحتي لألك ما تسألش هذا السؤال لا ما السؤال هذا كتاب المقدس مخصوبة عندكم بتحب أعطيك مش ملحوظات أعطيك أصفار كاملة 200 غلفة بتحب أعطيك يعني أخي عبدالله أنا بحبك وأنا شوف يعني أنا حتى انتظرتك عشان ترجع أنا كنت بدي تسأل سؤال وسأل لو قلت يعني لو أنك سألت السؤال كملحد أه برد عليك بس قل لي سألتك مسلم ربنا يباركك أخوي عبدالله ربنا يباركك شكراً كتير خليني أخذ سؤال من من ألمانيا من بسمة تفضل أخت بسمة الأخت بسمة من ألمانيا طيب طيب خليني أخذ مكالمة التالتة من الأخت نهال أهلا وسهلا أخت نهال اتبعنا على الهواء اليوم سهل خير يا حدوث الأسيس بذكر حضرتك مش بس على قلبك الرائع واهتمامك بتأديم مواضيع مهمة لإظهار الحق لكن على تحضرك في الرد على كل من يتطول على المسيحية وعلى الكتاب المقدس وده أكبر دليل أن مسيحيتنا بل أقدر أقول مسيحنا هو اللي بيخلق فينا إنساناً يعيش ما يتعلمه وأنا عايزة بالذات على رسالة لحضرتك قررتها في باية البرنامج وهي أن يسوع المسيح شمعته انطفت وجاء النبي محمد بالنور الحقيقي عايزة تقدم بسؤال لكاتب هذه الرسالة ولكل إخواتنا المسلمين إن كان عيسى مجرد نبي جاء بنور وتمم رسالته ولكن الآن انتهت مهمته فلماذا مسكور في القرآن أو في الإسلام عموماً إن عيسى هو الوحيد الذي لم ينخسه الشيطان ولذلك أعطي حق إنه سيأتي ثانية ويدين العالمين ده غير كل من وجدوه واقتبروه وشاهدوه عن إنه هو الإله الحقيقي لأنه هو الطريق والحق والحياة وعندنا ألاف الشهادات إحنا مش في العصر الأجين دلوقتي عندنا يوتيوب مليان بناس فعلاً اكتشفوا إنه عيسى هو الإله الحقيقي الظاهر في الجسد وإن قالوا إن الكتاب المقدس محرف أليس مكتوباً في القرآن يا أسيس نظار إنه كتاب من عند الله وفيه يدعي للناس يبقى إذن أنا كده بدرب مش بس في الكتاب المقدس ده أنا بدرب في القرآن لأنه بقولي هذا ده أعتراض ضمني إن الله غير قادر إنه يحفظ كتب السماوية أما بقى من جهة سؤال حضرتك إيه اللي تقدر تغنهوني كمسلم علشان تكمعني أنا بإني أفير مسلماً وأترك مسيحيتي أنا أقولي حضرتك بسرعة ثلاث أسباب على سبيل المثال وليس الحصر نمبر ون في المسيحية عندك عند حضرتك يعني جنة ملهاش معنى لأن السماء عندنا في تعرفنا كمسيحيين هو المكان المليان بحضور المجدى الله لكن في الإسلام هي جنة مليانة بحور العين وأنهار خمر وسياطة لحضرتك 72 حضرية للتمثى ولو مش مقتنع بالجنة لأنها في الأخرة ومش سابل للوقت ده هجل حضرتك السبب الثاني في مميزات على الأرض في المسيحية حضرتك مسموحنا تتزوج لإمرأة واحدة فقط ويجب أن تخلص لها بالرغم من مرضها أو عدم قدرتها على الإنجاب لكن في الإسلام يحق لك أن تتمتع بأربع زوجات وليس واحدة فقط وتتزوج وتطلق بمجرد كلمات وليك الحق لو زوجتك لم تشبعك جنسيا أو حتى لم تقدر أن تنجب لك ولدا أو زوجة حقك أنك تطلقها وتتزوج بغيرها ولا عتاب عليك هذا محلل لك شرعا وقانونا آخر حاجة السبب الثالث لو عدرتك لسه مش مقتنع أنك تسيب مسيحيتك وتسيب مسلم ضمن وصايا المسيحية واضحة جدا لا تنجب لكن المين ده في الإسلام أن إله الإسلام يعطيك الحق في الكذب للخروج من المعدك في ثلاث حالات ما يسمينه بالتقية كل دي مميزات مع ربالك لأسيس نظار وعلى كل المشاهدين لهم الحق للاختيار في الدين اللي يناسبهم شكرا كتير أخت نهال يعني هاي معلومات طبعا إحنا عارفينها أنا عم بحاول أتكلم على الشيء الجوهري أنه بهوية يسوع المسيح إرسالية يسوع المسيح الرسالة كيف انتشرت الرسالة لو أنا عاوز أختار دين هل إلي الحق أو ما إلي الحق يعني كل هذه الأشياء الجوهرية اللي هي طبعا أنت بتتكلم فيه عشرات المفارقات اللي إحنا ممكن نتكلم عنها بس مش هاي يعني إرسالية أنا إرسالتي يسوع المسيح وبرد على التساؤلات كثيرة اللي هي واضحة جدا في الكتاب المقدس أنه المسيح هو مخلص العالم وأنه مات من أجل خطايا كل العالم وأنه إرادة الله أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون خليني أخد مكالمة أرجع لبسمة أهلا وسهلا أخت بسمة من ألمانيا أنت معانا على الهوى سلام المسيح معك أخويا نزار أهلا وسهلا أهلين اليوم طبعا الموضوع كل شحل كتير وريد أشهد اليوم أنه فعلا معك الشخصية تتفوق على شخصية المسيح المسيح فحلا هو إله حي وهو رب الحياة وبصراحة عمل معي معجزة قبل سنة أنا كنت ولاديا يعني ولاديا عندي مرس رئيتي وكان عندي التهاب قصمات مزمن وكان حتى من صدري يعني طول أيام حياتي يعني حابين عمري 49 سنة كان يخرج البلغم بصورة مستمرة وكان عندي آلام كتير كتير قوية ونزمنة لكنه كان احتضنا هاي الآلام وبصراحة قبل سنة كانت الحالة المرض اللي عندي زادت كتير حيث صار عندي نظيف رئوي وبعدها بعدين بالغيبوبة أنا كنت في الغيبوبة وبعد الغيبوبة أنا قمت من الغيبوبة استيقاط وكانت محتاجة إلى رئتين لأنه كانت رئتين تعبان كتير لدرجة أنه 96% كانت المرض يعني كانت الرئتين السنة هم مريضة يعني ما بعد تقدر انتنفس طب قد أنا شهرين بعد الغيبوبة شهرين بالكومة وبعد الكومة استيقظت بصراحة يعني كانت معجزة من الرب يسوع بصلوات المبشرين بصلوات الأقربة بصلواتي أنا كنت صار لكتير لأن كان عندي إيمان قوي أن الرب يسوع هو فعلاً الشافي هو يأخذ الحياة وكنت دائماً أقول يا رب يسوع أنا واثقة أن هذا المرض اللي أنا أحمله هو ليس للموت اللي ليس اسمك وكما أنت فعلت لذلك الزمان استقادر أن تفعل معي وفعلاً الرب يسوع يوم من الأيام يجي الدكتور ساعة 3 الظهر كانت 3 الظهر اللي هي اللي كنت صلي بها دائماً تعجبني هذه الساعة يعني كانت صراحة معجزة حتى من الأطباء قالوا يعني كانت وفازة كثير كثير بحث أنا ما كنت كثير يعني كثير فرحانة يعني لم تش يتصور هيك إنه ربي يسوع يستجيب السلوات وقالوا لي رئتين هي بالطريق رئتين أستاذ نزار أستاذ نزار يعني رئتين هي رئة واحدة رئتين هي بالطريق ورح تعملين عملية الساعة السادسة عصرة وعملت العملية وقمت من العملية وأنا هسا بصحة يعني تامة جيدة يعني بصراحة هذه المعجزة نعتبرها أكثر معجزة حالياً بهذا الوقت لأنه كان ولادي يعني حتى الجراح بإمكانة عملية كثير صعبة ولكن تبقى على رب الرب هو راح يكمل معاك الطريق أمين أمين وقالوا لي بيها الفجر هذه العملية بيها 30% بيها 40% طب صراحة نتحت العملية وأنا بشكر الرب يسوع واشكر كل اللي صلوا من أجلي أمين شكراً 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 مش ميت ما زال بيعمل المعجزات ما زال بيتفعل حبائي المسيح هو مسيح إسرائيل أيضاً هو مسيح كل العالم هو جاء لتتميم النبوات وعشرات النبوات بتتكلم عن مجيء ودخول الأمم إلى شعب الله المسيح كان لازم ييجي إلى أورشاليم كان لازم يولد في بيت لحم يموت في أورشاليم يعيش في الناصري كلها لتتميم النبوات أجل شعب كان عنده بينتظر المسيح عندهم العهود عندهم الاشتراع يعني الشريعة وعندهم العهد والتبني والاختتان يعني جاء لشعب كان بيستنى فيه وجاء ليجمع إسرائيل أبناء المتفرقين إلى أبناء الله المتفرقين إلى واحد وجاء إلى خراف إسرائيل الضالة من كل الأصبات وبعدين تكلم يعني أنه سيأتون من المشرق ومن المغرب يتكؤون في حضن إبراهيم وأما بنوا الملكوت فهم إيش لهم الظلمة الخارجية إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبلهم بعدين إسرائيل لما الرب تقابل مع قائد المئة قال لم أجد إيمان في إسرائيل مثل هذا رح يجو من الشرق ومن الغرب ومن كل عالم وهذا اللي عم نشوفه عم بيجي ليسوع المسيح تعرفوا اقتبس المسيح عن نعمان وعن المرأة حاولوا يقتلوه في الناصري بولوس لما بدأ يتكلم لليهود عن الأمم حاولوا يقتلوه أيضا في أور شليم جاء المسيح بحسب الجسد بالنسل داود في سلالة بيتكلم عنها الكتاب سلالة نسب المسيح لتتبارك في المسيح كل قبائل الأرض وبتشوف هاي في الرسائل في روميا وغلاطيا بكثرة حتى في ولادة يسوع المسيح منقرأ عن سمعان الشيخ شوف شو بتكلم سمعان الشيخ بيتكلم عن نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل بعدين بيتكلم بقول عيناي أبثرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب فواضح أحبائي من حتى بداية مجيء يسوع المسيح هو جاء مش بس لإسرائيل جاء إلى كل العالم كان لازم يبتدي باليهود لأنه كانوا الله عم بعد فيهم لكن الرسالة وصلت إلى كل العالم ولاحظ بكل المأموريات التي تكلم فيها يسوع المسيح كانت لكل العالم فهذا شيء يثبت أن الله هو الإله الوحيد في الكتاب المقدس ولا إله آخر الكتاب المقدس هو كلمة الله ولا توجد أي كلمة أخرى الخلاص هو عطية إلهية مجانية من عند الله طريقة الله أن المسيح يأتي ويقدم نفسه فدية للجميع كفارة لكل العالم هذا هو الخلاص عطية مجانية من عند الله بالنعمة ثم أحبائي المسيح هو المخلص الوحيد وهو الطريق الوحيد وهذا ما تعلم فيه المسيحية وأدعوك أن تأتي إلى المسيح ترجمة نانسي قنقر